أستاذ منار إجراءات لحماية المواطن بالكامل شونا أعتراضاتكم كأصحاب محلات وموالات وإلى آخرين لا ماكوا أعتراضات نحن بالعكس نحن صحة المواطن قبل كل شيء قبل الاقتصاد وقبل أي شيء ولكن هل فعليا هاي الإجراءات سؤالنا دائما مثل مسألنا وما لقينا على إجابة ونرجع نقول هل هي فعليا هذه الإجراءات اللي جانب كبير من عندها وجانب اقتصادي حيحد من آثار انتشار المرض لا سامح الله هل اليوم نقول أنه ينتشر فقط في الأماكن المغلقة هل معنى ذلك أنه هو أقل انتشارا في الأماكن المفتوحة اللي حصير بها تجمعات اليوم لو أكو صارت تجمعات في بعض الأماكن المغلقة اللي هي مو من ضمن الأماكن الاقتصادية هل هناك إجراءات سيتمال وانا أرجع وأكمل وأقول لك بأنه الإيد وحده ما الصف وقال إذا شابت خليطة الأزمة ووزارة الصحة شابت هذه الإجراءات ومفاد يعني مفاد أكيد رح نلتجي وين نلتجي إلى حظر التجوال الشامل كذلك نفس أن نرجع للبداية طمام نحن النقطة اللي نريد أن نوصل لها بالنسبة للجانب الاقتصادي أنه خلي يكون أكو هاي المعلومات اليوم نسمعها من الدكتور متفضلين أول مرة نسمعها على الكوفيد 20 على الأمور هذه ياريت أن يكون أكو وعي دائما للمواطن حتى من يجي يجي للمول لأنه في كل الأماكن التجارية اليوم الإجراءات اللي ده يتخذها صاحب المكان المواطن ده يرفضها تقريبا ده يقول لي أني أنتوا بغير أماكن ما نطبقيها ليش يمكن أن تطبقوها فهذه الأمور تحتاج إلى مزيد من حملات الوعي والتثقيف والأمور هذه متنزمين برأيك برأيك تطيني نسبة الالتزام في المولات والمطاعم هنقول مولات ما تدخل إلى دعوة برأيك هنكون واقعين بالمولات إلى فترة قريبة كانت نسبة الالتزام كلش عالية من المول نفسه يعني من المول اللي كانت عليها رقابات طيب المطاعم المطاعم لا أقيد أقل أكيد أقل بهوائي المطاعم لأنه ما كانت عليها رقابة بس إحنا بالنهاية أنا أرجع وأقول ماكو إشكالية إذا فعلا كانت حدحد من مستويات الإصابة أنت تذكر إحنا حتشينا بيها بأثناء الكلام كلما نزيد الإجراءات نزيد الأعداد نخفف الإجراءات تقل الأعداد يعني إحنا وصلنا خمسة ألاف شخص خمسة ألاف حالة إصابة وكان حضر مغلق أغلاق كان بغداد وستح وفتحت نزلت الأعداد طيب أنا التساؤلات كثيرة مثل ما أتحدث بها أستاذ منار يعني أتمنى تجيب أو تجيب عن أستاذ منار عن هذه التساؤلات تحدث بها نعم إحنا صراحة أن أنا كطبيب غض النظر عن يعني في وزارة الصحة ولا كطبيب عندي أمور في وباء أحتاجها من المواطن اللي هي تباعد المسافة بين شخص وشخص نعم لبس الكمامة جراءات التعقيم ذن إن شاء الله اللي أحتاجها من كل مواطن أو كل مؤسسة يطبق ليها وما عنده مشكلة خلي برحت إذا التزموا لي بذن إن شاء الله تخلي مطاعم خلي مولاة تخلي لكننا قاعد نشوف مع عدم التزام من قبل مواطن العراق المواطن العراق اليوم يمكن إذا تكتب بالفيسبوك والله من شخصيات يمكن يعني يعتز بهم وحتروهم يقول لدكتور قاعد تشذب علينا يعني وانو باكو يعني هذا ماكو ثقة بالكواعد لا مو قضية ماكو ثقة اللي يقرأ الشارع أنت من أتحدث لك هسا عن مرض معين ويقول لك فلان شي فلان شي يمكن ما صدقني لأنه بعيد تماما عن الوسط الطبي إحنا الأقرب الوسط الطبي إحنا اللي عندنا طلاع واسع بما يحدث بالدول يمكن إحصايات حضرتك يمكن ربما تسمع في بعض الأحيان لكن هنطلع يومي عن الإحصايات العالمية وشين يدور بالعالم والمنحان الوباء يصعد بالبرازيل ونزل وبعدين رجع صعد بارتبط من خفاض درجات الحرارة ها كلها مؤشرات عدنا تخلينا لازم مؤشرات عدكم لكن هناك مؤشرات في مواقع التواصل ترعب المواطن كثير ترعب ما أعتقد الإجراءات الغلق هي اللي يمكن لا لا تنسمعوا بعيدا عن جراءات الغلق اللي اتخذتها خليط الأزمة أنا أتحدث عن هذا الفيروس سيسوي ويفتكبينه ويأدي أطفالنا هذه الأمور لا يوجد خطورة لحد الآن من الفيروس الجديد أو الوصلالة الجديد لحد الآن لا يوجد خطورة المناسبة هي الخطورة على مستوى العالم بدأت تتقلب يعني نسبة الوفيات عالميا بدأت تنخب فترة من الفترات يمكن فترة شهر الرابع كانت أضرب لك مثل كان هناك نسبة الإصابة في إيطاليا بالتحديد حوالي سبع تلاف شخص الوفاة كانت ألف شخص نحن اليوم إيطاليا مثلا نسبة الإصابة مالتهم تتجاوز بخمسة وعشرين ثلاثين ألف حالة إصابة بشكل يومي والوفيات حتى أقل من الألف وهاي على مستوى كل الدول لأطباع المنحنيات الوفيات مجتمعاتنا يتنخب فبتالي خطورة الفيروس أقل من نسبة الشباب أجل قد عدنا بالعراق 60% 60% إذن نحن الشباب نتفرق مجتمعاتنا بس نحن نستهزي حتى وأن كانوا صح